بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل دوما في شرح الشابط الأول ونقدم هنا مثال عن بما معنى أنه إذا كان عندي فنكشن فوف تي لها تحويل فبالتالي يعني المتغير هنا يصبح هنا في الدل لهذه الفا بلاس المتغير س باي اس بلاس الفا بلاس مثال هنا في هذا المثال نحن نريد أن تفقد لأولا بلاس الفا بلاس and E minus alpha T cosine W T قبل كل شي نذكر أن الدلة sine W T لها تحويل لبلاث يساوي W تقسيم S square plus W square S square plus W square and cosine W T لها تحويل لبلاث S over S square plus W square وبالتالي إذا أردنا أن نحسب نغير فقط هنا اللي بتغير S بالS بلاس ألفا فهنا S سكوير تصبح S بلاس ألفا سكوير وبالنسبة للكوساين WT S اللي في البسط تصبح S بلاس ألفا والS سكوير التي هي في المقام تصبح S بلاس ألفا سكوير وبالتالي كتطبيق على Sين WT والكوسين WT إذا ضربنا أو الكوسين WT في E- ألفا يصبح تحويل هو هذا ويصبح تحويل هو هذا الآن ويصبح تحويل ويصبح تحويل ويصبح تحويل وبالتالي هذا القانون العام ألفا مضروف ألفا مضروف في الألفا time S F أو ألفا time S وهنا عندي an example يعني هنا الألفا هي خمسة أولا عندي الفنكشن F تساوي E-T تحويلها هو واحد على S بلاس ون هذا من خلال يعني وبالتالي هذا هو تحويل للدالة F التي هي E-T فإذا أردنا أن نحسب تصبح خمسة تقسيم خمسة S بلاس ون بكل بساطة هو أنه استعملنا هذا القانون الفا time ألفا ألفا S يعني الألفا تساوي خمسة يعني نضرب هنا المقاع البسط في خمسة وال تصبح ألفا S يعني الأس هنا تصبح خمسة S شكرا لك على تقسيم المترجم للقناة